هناك يا جماعة يجب أن نميز بين أمرين البعض يكتب لي ويقول لي أن هناك اتفاق بين الجزائر وموريطانيا حول طريق يربط تنديوف بالزويرات الموريطانية هذا طريق رسمي يعبر من الطراب الجزائري للطراب الموريطاني هذا طريق لهشاء آخر وجرى اجتماع في أنواقشوت وتحدثت الوكالات ومنها وكالة الأنباء الموريطانية أن اللجنة الأمنية الموريطانية تؤكد ضرورة تعاون لمواجهة التحديات المشتركة حيث قالت وكالة الأنباء الموريطانية الرسمية أنه اختتمت بقصر المؤتمرات في أنواقشوت أعمال الدورة الأولى للجنة الأمنية الموريطانية الجزائرية المشتركة المبثقة عن أعمال الدورة الأولى للجنة الحدودية الثنائية الموريطانية الجزائرية المنعقدة بالجزائر يومي 8 نوفمبر 2021 وكما تلاحظون أن هذه الاجتماع جاء بعد أيام قليلة من عملية استهداف التي اتهمت فيه الجزائر بصفة رسمية المغرب ونفى المغرب ذلك بصفة رسمية ولكن على المستوى الاستراتيجي هذه القضية عليها علامات استفهام لأن هؤلاء الأشخاص تم استهدافهم في منطقة يصفها المغرب بمنطقة عازلة يجب أن تكون خالية من السلاح ومن العمليات وتصفها البوليزاريو منطقة محررة والآن صارت منطقة محرمة بانتياز حتى منذ خاصة منذ حادثة معبر القرقرات صارت البوليزاريو لا تستطيع أن تفعل شيء في هذه المنطقة ولذلك يجري دفعها من طرف الجزائر في محاولة استعادة زمام المبادرة بالطرق هذه فيجري الحديث على أن هذه الشاحنات بينها من يتهمها بنقل أسلحة المغرب بصفة رسمية يعتبر أي واحد يدخل إلى هذه المناطق حتى منطقة عازلة فهو هدف مشروع بالنسبة للمغرب خاصة بعدما أعلنت البوليزاريو نهاية اتفاق وقف إطلاق النار وبذلك أعطت الفرصة للمغرب بوضوح أنه يستهدف أي حركة معينة في هذه المناطق أمر آخر أن هذه البيست اللي يدو فيها تمر على هذه المناطق يحاولوا يختصروا الطريق لأن الطريق طويل على الجهة الأخرى من الأراضي الجزائرية إلى الأراضي الموريطانية ولذلك أعتقد بأن هذا الأمر فيه لفظ تحديات المشتركة ترى ما هي التحديات المشتركة؟ تحديات المشتركة تتعلق بقطع طرق تتعلق بمافيا جماعات إرهابية تتعلق بهذه الأمور ولكن من الجانب الموريطاني ربما يقصد بهذه الأهداف ولكن الجزائر عندها أيضا ترى بأن هذا الشيء الذي يتعلق بالطرف المغربي هو أيضا يدخل في إطار التحديات المشتركة المهم